الدكتور وهدان الحياة وحشنة وبقالنا فترة طويلة بقالنا لأسبوعين أو أكتر وطبعا الانتخابات أخد اللزء من هذا الموضوع ولا كان إيه والله منعرفنا السفر بقى شرم الشيخ دكتور وهدان الحياة نقارضة في موضوع حين كنا بنتكلم لما نيلي نشوف الحادث الإرهابي اللي تم فجر اليوم في العريش وتيني تشوف يعني بشر ودول بشر فالناس اللي دخلت فلرت نفسيها العربية المفخخة وبعدين الناس فلرت نفسيها قدي طرف قدي النقيد وبعدين لسه شدوا الناس بتأدي أمانة وعمل يعني القضاء اللي ده كانوا قاعدين في الفندو والمجندين اللي هم أمين شرطة واثنين مجندين وواحد مدني كانوا برا دول بيقوموا مع عملهم برضو في الحراسة والمدني ده يحظوا بقى اللي جابوا أو ربما يكون أحد المدني اللي بيشتغله في الفندو إنما أطراف النقيد اللي بيفرر وبيكسر وبيعمل بيتكلم على إنه هو بيعمل عمل ورايح وبيفرر نفسه وعارف إنه رايح الجنة حقيقة الأمر بتقول إن اللي استشده وبيأدي عمله هو اللي رايح الجنة والله أعلم يعني إنما ده الأمر المؤكد إنه يفرر نفسه ده وفرر آخرين ما قلتم ده رايح جهنم لأن القرآن صريح وواضح وبرضو القرآن صريح وواضح في الشهادة الذي يستشده وبيأدي عمله في سبيل الله وفي سبيل الوطن وأنا بقول إن السادة القضاء وكل من عمل وسادة قوات المسلحة ضباط الجيش والصف والنود وسادة ضباط الشرطة وبرضو والصف والنود اللي هم بقال لهم دلاتي في جحيم وفي الشارع وبيواله الموت كل يوم خمس سلاف مرة حقيقة الأمر يعني أنا في رأيي دول على دماغنا من فوق كل من يؤدي عمل النهاردة والنهاردة كان القضاء ورحيين واللي اتعامل أصلا واللي كون اتعامل انتخابات في سينة في شمال سينة وتعاملت انتخابات في شمال سينة تحديدا وكلام ده كله ده شيء معلزة وإعجاز إنما الخوى نوال واللي هم أرادوا إنهم يقلبوا الأمور النهاردة بقى الفصلين دول والمشهد ده اللي قال أستاذ الدكتور محمد وهداني حيتكلم فيه ما بين من يفجر نفسه وهو بيتصور نروح الجنة وبين من يستشد يعني يستشد وهو بيؤدي عمل في سبيل هذا الوطن أدل المسجدين المنطينين اللي شفناهم النهار أستاذ نوريا أستاذنا أهلا وسهلا مرحبا بكم مبارك الله فيكم وجزاركم الله خيرا وأسأل ربي عز وجل لمصرنا الغالية الأمن والأمان إن شاء الله طيب قبل من التالي يا دكتور رح دي حضرق حüberelujah حكول لذي مبين مبين هذا النقيut والنقيض ده والنقيض ده ده على أساس إيه أخد الكلام ده كله وأنا على أساس إيه بقتنع إنا بأle أحارب في سبيل البلد لا أعاني النهاردة لما أروح أنا نهاردة بقى ودا نوع من الحرب النهاردة اللي يقوم بين القاضي واللي يقوم بين موظف انتخابات وكلام ده كل ذا نوع من الجهاد النهاردة انا في سبيل الوطن بس لأستاذ خالد فرَل اليهواري نبتدي بس بقول ادعو لنا الله ربما لا نحسن الدعاء وسنردد أمين يا الله أربوك ما أحولنا للدعاء نخليه في الآخر ولا دلوقتي الله كما تحبه أستاذنا زي ما أنت عايز المكرفون معك أنت خلاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحانه أرفع إليه أكف الضراعة وأناجيه وأقول له يا رب العالمين رضاك خير من الدنيا وما فيها فرض عنا جميعا يا رب رضاك خير من الدنيا وما فيها يا مالك النفس قاصيها ودانيها فليس للنفس أمال تؤملها سوى رضاك عنا يا رب فذا أقصى أمانيها وصلاة وسلاما يلقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين خير من صلى وصام وتهجد لربه عز وجل وقام اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فجزاك الله خيرنا صلى الله عليه وسلم أن طرحت هذا السؤال المهم فالله سبحانه وتعالى يقول عن الدعاء قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فلم يقل وإذا سألك عبادي عني فقل لهم يا رسول الله إني قريب ولكن الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لماذا؟ فأتى الله بالفاء التي تدل على التعقيب الفوري ليؤكد لنا الله سبحانه وتعالى أنه أغرب إلينا من حبل الوريد نحن الآن في مصر نواجه إرهابا جبانا لا يريد الخير لهذا البلد وواجبنا جميعا أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وبكل تأكيد في ناس من اللي شايفيننا دلوقتي أكيد ناس صالحين أنا برجوهم وأطلب منهم الدعاء لمصرنا الغالية وإني أبدأ بالدعاء باعتبار الدعاء من أفضل العبادات التي أمرنا الله بها باعتبار أن الدعاء يا أستاذ إبراهيم هو الحاجة الوحيدة اللي بترد قدر الله سبحانه وتعالى يا أعتلي جاني يصعد الدعاء ويصعد القدر فيرد الدعاء قدر الله سبحانه وتعالى الدعاء يرد القدر يرد قدر الله سبحانه وتعالى هذا حديث صحيح ثابت عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولذلك فأنا أدعو الله سبحانه وتعالى ولنؤمن جميعا أدعو الله سبحانه وتعالى لمصرنا الغالية اللهم إن مصر وشعبها في حماك فاحمي حماك يا رب العالمين اللهم إننا جميعا تحت لواك فانشر علينا لواءك يا رب العالمين اللهم احفظ لمصرنا الغالية أمنها اللهم إني أسألك من فضلك يا الله أن تحفظ لمصر أمنها واحفظ لمصر جيشها واحفظ لمصر شرطتها واحفظ المصريين جميعا بحفظك يا رب العالمين إنك على ما تشاء قدير يا أرحم الراحمين اللهم استرنا ولا تفضحنا واعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وخضل عنا ولا تغذلنا واسترنا يا الله واستر أولادنا بسترك الجميل يا رب الذي سطرت به نفسك فلا عين تراك يا رب العالمين اللهم إنا جميعا في هذه الليلة الطيبة نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من صخطك والنار ومن عذاب النار ومن كل عمل وقول يقربنا إلى النار اللهم وأصلح لنا شأننا اللهم وادخلنا الجنة بسلام اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير ومن أراد مصرنا الغالية بشر فعليك به فخذه أخذ عزيز مختدر إنه لا يعظم عليك رب العالمين اللهم إنك قلت عن مصر وقولك الحق على لسان يوسف الصديق اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عمليم ومصر هي خزائن الأرض فأخرجنا من هذه الخزائن رزقنا يا رب العالمين ولا تحوجنا لقروض من أحد ولا تحوجنا لمعونات من أحد يا رب اجعل قوت مصر من غرسها يا رب العالمين اجعل قوت مصر من غرسها يا رب العالمين اللهم احفظ لمصر أنها اللهم يسل لنا كل أمر عسير وآيس مننا الشيطان كما آيسته من رحمتك اللهم قنطه مننا كما قنطه من عفوك اللهم إني أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها جلد ولا صبر ففرجها بفضلك يا رب العالمين اللهم فك كرب المكروبين يا رب واقضي حوائج السائلين يا رب على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين إنك على ما تشاء قدير يا أرحم الرحمن أستاذ إبراهيم بارك الله فيك أما عن استشهاد هؤلاء القضاء والجنود مصر البواسل فهم بإذن الله سبحانه وتعالى نحسبهم من الشهداء ولا نزكي على الله أحدا فهم ماتوا وهم يؤدون واجبهم تجاه وطنهم وتجاه أمهم الكبرى مصر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأقدموا خالص عزائي إلى أهليهم جميعا وإلى كل المصريين في هؤلاء الذين ضربوا النموذج الرائع للوطنية والفداء هم لم يعترضوا على أن يذهبوا إلى شمال سيناء ولكنهم قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن فهم شهداء عند ربيهم يرزقون وحيطك عارف أبستاذ إبراهيم أن أعلى درجات الشهادة من مات دفاعا عن وطني الشهيد من مات دفاعا عن وطني فهو شهيد من مات دفاعا عن عرضه فهو شهيد من خرج في طلب العلم فمات فهو شهيد الغريق شهيد المبطون شهيد المرأة عندما تذهب لتضع ولدها فتموت فهي شهيدة عند الله من خرج في طلب العلم فهو شهيد أنا لو رايح جمعتي أدم حضرا لبناتي أولادنا في الجامعة فلقيت وجه الله الكريم وأنا احتسب فأنا الشهيد عند الله الصحف والإعلام وريح قرنانو يكتب مقاله أو يدافع عن قيمه ومبادئه فهو شهيد كل هؤلاء شهداء عند الله لكن أفضل أنواع الشهادة هي الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى والله عز وجل حسم هذه المسألة عندما قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فريحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل خليني بسرعة أحكي لك سبب نزول هذه الآية هذه الآية جاء سيدنا جابر ابن عبد الله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وبكى ويبكي لماذا تبكي يا جابر قال رسول الله إن أبي قد مات شهيدا وأنا لا أعرف أين هو هو رحفن حتة أنا حيث أتطمن عليه إذا كان راح الجنة بل أنا مبسوط وسعيد جدا فقد له النبي عليه الصلاة والسلام أبشر يا جابر أبشر يا جابر أبشر يا جابر إن الله عز وجل لم يكلم أحدا من خلقه إلا وحيا أو من وراء حجاب كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إلا والدك يا جابر إلا والدك يا جابر فإن الله عز وجل قد كلمه كفاحا أي أن الله سبحانه وتعالى قد كلمه مواجهة عيز أقول حاجة مهمة جدا هنيئا للشهيد يا صلى إبراهيم الذي يلقى وجه ربه الكريم لماذا سمي الشهيد شهيدا هو الشهيد ليس سميه بهذا الاسم أنت عارف ليه؟ لأن الشهيد هو الوحيد الذي يرى مكانته عند الله سبحانه وتعالى وهو ما زال في الدنيا أول ما بيضرب ويطعم وأول نقطة الدم بتخرج منه عندئذ يريه الله الله سبحانه وتعالى يريه بنفسه مكانته عشان كي الشهيد سميه شهيدا لأنه يشهد مكانته عند ربه سبحانه وتعالى قبل أن تخرج روحه إلى الله سبحانه وتعالى الشهداء أيضا الشهيد يشفع في سبعين من أهله شو دي حاجة عظيمة جدا الشهيد يلبسه الله سبحانه وتعالى تاج الكرامة بنفسه وتاج العزة بنفسه بإذن الله سبحانه وتعالى الشهيد يدخله الله سبحانه وتعالى جنة الفردوس الأعلى وهي أعلى درجات الجنة ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى والشهداء عند ربهم ملهم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم الله أكبر أي عظيمة جدا دخلنا كلنا نتمنى الشهادة في سبيل الله هنيئا للشهيد الشهداء عند ربهم ما قالش عند الله ليه؟ لأن في فرق بين عطاء الربوبية وعطاء الألوهية فالشهيد يعامله الله سبحانه وتعالى ليس بعطاء الألوهية ولكن يعامله الله بعطاء الربوبية وبفرق بين الاثنين أيوة في فرق بين عطاء الرب وعطاء الإله عطاء الإله للمؤمنين بالله وحدهم لكن عطاء الرب لكل من في هذا الكون المن آمن ومن لم يؤمن وذلك عطاء الرب دايما أكبر بكتير أوي من عطاء إله عشان كده حضرتك يا صديق إبراهيم وأنا وكل المشاهدين لما بنجنئ رسولة الفتحة بنقول الحمد لله إله العالمين بنقول الحمد لله إيه؟ بقولناش إله العالمين لو كان قال إله العالمين يبقى عطاءه حيبقى المؤمنين به بس لكن لما ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين إبقى عطاءه لكل ما خلق الله سبحانه وتعالى عشان كده ربنا قال لنا والشهاداء عند ربهم أي عند الله سبحانه وتعالى يعاملهم بعطاء الربوبي لهم أجرهم ونورهم أجرهم الشفاعة زي ما احنا عارفين سبعين من آله أجرهم منهم يدخلوا ألا الجنة أجرهم منه يرى مكانته عند الله سبحانه وتعالى أجرهم عظيم جدا عند الله لهم أجرهم ونورهم ايه نور الشهيد ده؟ نور الشهيد لأن ربنا سبحانه وتعالى عندما يموت الشهيد يلبسه بنفسه تاج الكرامة لأن الشهيد بيلبسك الكرامة وروحه بتسبح في حواصل طير خضر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بتسبح في نحية إبراهيم بتسبح في كل هذا الكون روح الشهيد يعني منعمة وتذهب أينما شاءت وتحل أينما شاءت وتدخل جنة عرضها السماوات والأرض فهنيئا لشهداء مصر الذين قدموا حياتهم لها أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يلقي على أهليهم جميعا الصبرة والسلوانة وإن لله سبحانه وتعالى وإن إليه راجعون أما طيب الدكتور حضرتك أنت هنا وقلت كلام ده استشهداء بالقرآن نعم طيب قدد دال الشهيد اللي هو كان يدافع عن هذا الوطن وقدم روحه في دال الوطن تعالى شوف بقى الطرف الثاني اللي هو عمل المصيبة السودة اللي هو عمل المصيبة السودة دي وهم قيلنوا أنت حتوبه شهيد وأنك أنت ما شاء الله هتروح في تكتك فحنا إيه طيارة كده رايح أنت راح الجنة بالكلام ده كله وهذا الكلام أنا بأعتقد ما هوش بعيد يعني معروف ما يقال ليهم يعني إزاي غسلوا دماغي الأيال دي إزاي إزاي فهموا أنك أنت ممكن تموت وتبقى شهيد يعني وانت مش بتموت هنا عدو ولا حد بيعتدي على بلدك ولا بيأخذ أرضك ده أنت بتواهد واحد في قضايا غريبة ليدا أنا عايز أعرف ما القرآن واضح في هذا الكلام إنما ترك هؤلاء لينتزعوا من القرآن أشياء ويقنعوا بيها إزاي سيد الفاضل هم طوعوا آيات القرآن الكريم حسب فهمهم واقتطعوا منها أجزاء والقرآن وقرأوا القرآن للأسف الشديد على طريقة ولا تقربوا الصلاة وخلاص من أكملوش الآية وأنتم سكارة وأنت تعلم سيدي أنه منذ يعني عصر سيدنا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومعاوية وأنت تعلم أنه كان هناك خوارد فهموا القرآن بطريقة خاطئة وأنت تعلم أنه هناك ناس كتير أوي بتترجم القرآن حسب هواها لما يجوا مثلا يقولوا لك وما محمد رسولهم قد خلت من قبله الرسل فهو آخر الأنبياء صلى الله عليه وعلى عليه وصحبه أجمعين قولك ولكن رسول الله وخاتم النبيين قولك مش المقصود بخاتم النبيين أنه آخر النبيين أنت فاهمها كده؟ مش كده؟ لكنه مكلا هو مش خاتم النبيين هو بيحولوها ولك هو الخاتم والمقصود به الحلية يعني هو حلية النبيين هو الزينة بتاعتهم لكن مش آخر النبيين فيه أنبياء تانيين هذا فهم سقيم فكذلك أيضا هذه الفرق وهذه الجماعات منذ الخوارق وحتى الآن وستظل تستخطب العديد من الشباب واللي مش عارفين الدين واللي ما عندهم شوفك عن الإسلام وفهموهم أنت عايز تروح الجنة؟ طبعاً عايز تروح الجنة تعالى أنت بس بمجرد ما تلبس الحزام الناس يبدأك وتفاجر نفسك بيه؟ أنت على طول حيب معاك سبعين حورية سبعين من الحور عين أنت على طول حتروح جنة الفردوس أنت حتسبح في حواصل طير خضر لا أنا بقول لكل شبابنا وربنا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة اللي قتل نفسه ده يعني ده يب ربنا سبحانه وتعالى غضان عليه غضب شديد عايز أقف حضرك سانية واحدة كل حالة بتتبقى بأمر الله نعم يعني سبحانك يا رب حكمتك إيه؟ أن يحدث الفتنة الأولى والخوار اللي في آيام سيدنا علي واللي حصل واللي حصل في تفسير حضرتك لما حد يسأل طب يا ربي ليه؟ الله سبحانه وتعالى يجيب عليك هذا الخلاف هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى والابتلاء آية من آيات الله لهذه الأمة ما تلايش حد شايفنا دلوقتي إلا وعنده ابتلاء شكل حضرتك أنا كل من يشاهدنا كل واحد فينا عنده مشكلة كل واحد فينا عنده أزمة فالابتلاء آية وربنا ماكرمش حد أبدا يا أستاذنا إلا بعد ما ابتلاءه أوعد فكر نفي واحد يتولد وربنا اداله 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 لو لقيت واحد عنده ومش طايع ربنا وبركحاش وبيصليش وضلالي وبصليش الجمعة لازم تعرف حاجة أنه بستدرج أن ربنا سبحانه وتعالى غضان عليه بقوله خلاص تمتع وبيقول سنستدريجهم من حيث لا يعلمون بقوله خد تلاقي عنده فلوس كتير قوي فأنت تستعجب ليه الفلوس كتير عنده عشان ما تباش له حجة أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فالفتن بها يعني يباني الإنسان أنه كويس أو مش كويس ليه لازمتها الفتن دي ما كان ممكن نعيش حياتنا من غير ابتلاء ما كان ممكن ربنا ليه حط المعكولة واحد فينا شطان قرين ليه ما كان ممكن نعيش حياتنا من غير قرناء كنا كنا يبقنا ملايكة يبقى حينتحننا ازاي يبقى كنا في الآخر حروح للجنة لأن احنا أصلا مفطولين على الطاعة زي الملايكة لكن ربنا جعل معكولة واحد فينا شطان يوسويس له وانت تسمع كلامه أو ما تسمعش كلامه وجعل الشياطين بقى شغالة الشيطان ده مخلص مبادئهم وحييجي يوم القيامة حقولي رب هؤلاء عبادك خلقتهم ورزقتهم وديتهم خير كتير أوي ومع ذلك أطعوني أنا ومع ذلك سمعوا كلامي أنا ومع ذلك عبدوني أنا يا رب العالمين لقد كنت مخلصا في عملي الشيطان بقول كده يا صبراهيم قولي لقد كنت مخلصا في عملي أفلا أستحق أن أدخل الجنة بدلا منهم أنا ما سهلش أروح الجنة بدلا منهم فيقول أرحم الراحمين اخسأ يا إبليس لقد سبق القول مني لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين لماذا هذه الفتن هذه الفتن هي نوع من الابتلاء لهذه الأمة هل الأمة حتنجح في مواجهة هذه الابتلاءات أم ربنا يود الأية في القرآنية لفي سورة الأنبياء ولا نبلوانكم قد تولى حدك أو لتبلوان في أموالكم ونفسكم في سورة أهل عمران ونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوه أخباركم وفي سورة الأنبياء قال هنا ونبلوكم بالشر والخير إيه؟ فتنة ففي ابتلاء بالخير وفي ابتلاء بالشر وسنظل هكذا إلى أن يرسى الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليهم أعود حضرتك لهؤلاء البعض الشباب المغرب بهم وبصراحة إحنا واجبنا جميعا كعلماء ومؤسسات مجتمع مدني ومساجد وكنائس كل المؤسسات الدينية والاجتماعية عليها دور مهم جدا 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 في توعية الشباب بخطورة هذا الفكر التكفيري إحنا سيبنا شبابنا عرض خلال الفترة الماضية لبعض المتشددين الذين رضعوا الفكر المتطرف وملوا به عقول ووجدان شبابنا وأنا عايز أوضح وأقول أن أي شاب يقتل نفسه أو يفجر نفسه ده عليه وزرين الوزر الأولاني أنه قتل نفسه أنه قتل نفسه والوزر الثاني أنه قتل غيره فحيشيل وزره ووزر من قتله إلى أن تقوم السعب وحدتك عارف أن اللي بيأتي الحد ده سبحانه الله الرسول قال لنا حديث جميل أو في المسألة دي قال لنا من أعانى على قتل آدمي أهو مش مسلم خد بالك أو مؤمن أو مواحد لا من أعانى على قتل آدمي ولو بشطر كلمة ولو بنصف كلمة إيه جزاء عند ربنا جاء في يوم القيامة وقد كتب على وجهه أيس من رحمة الله سبحانه وتعالى والقرآن دي يقول لنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا القاضي هذا القاضي اللي شال حياته على إيده وراح عشان الانتخابات عشان يخل البلد يعني لها شأن مذكور وراح سينة هناك وما اعتراتش من اللي يقتلوا بقى جزاء عند ربنا سبحانه وتعالى أهو قرآن واضح بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا إيه فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدّ له عذابا عظيمة صوت إبراهيم آية فيها خمس عقوبات شديدة ما حصلتش في آية في القرآن عقوبات شديدة أوي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم كلام ما احتملش غير معنى واحد خالدا فيها قاعد فعلته وغضب الله عليه خد بالك ولعنه لعنه يعني إيه بقى زي الشطان بقى زي الشطان ملعون مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى وعدّ له عذابا إيه عظيمة يعني هتبقى مسألة صعبة أوي وخليني أحكي لك في عهد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في شوق ماشى النبي في المدينة فوجد في الصباح بعد صدفك رجلا مقتولا لأجسة مقتولة فسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من قتل هذا من اللي قتل ده قالوا يا رسول الله هذا الرجل المقتول لصن خطير حرام كبير عمل إيه سطى على غنم بني زهرة فخرج عليه كلب الحراسة فقتله نحيس رأ الكلب كان موت فالكلب كان أكثر وفاء منه عزكم الله سبحانه وتعالى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق القتيل ثلاث كلمات ينبغي أن تكتب بمداد من ذهب قال عليه الصلاة والسلام قتل نفسه وأضاع دينه وكان الكلب خيرا منه انظر للإنسان يا أسف إبراهيم عندما يكون الكلب أفضل منه عند ربنا سبحانه وتعالى بنص حديث سيدنا النبي قتل نفسه وربنا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة طب أنا مخنون وقتل النفس ده مش يدروني يفضر نفسه مضر غيره كمان أنا مخنون أنا متداي أنا متوتر أعمل إيه أقتل نفسي لا ما تقتلش نفسك ادعي قول يا رب اللهم محيني ما دامت الحياة خيرا لي وأمتني إذا كانت الحياة شرا لي ودع ربنا كتير ويسجد له على البلاط وقل له يا رب عندي مشكلة قل له يا رب أنت على كل شيء قدير أنت قادر تحقول لي يا دي المشاكل كلها أكيد ربنا هيكرمك هو بيمتحنك بس عشان بيحبك بيحب يسمع صوتك ونت بتقول له يا رب لكن والله هو حيفوك عنك حيفوك عنك يعني كان الصحابة زمان لما واحد تجيله أزمة ومشكلة يقول لك إيه بقى يقول لك صحابة صيف ثم تنقشع يعني مهما عددت خلاص أدلمنا الحمد لله صحيحة كويسة وولادي كويسين ودونها مشة كويس إبقى الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى وزي ما رسوله علمنا حديث جميل أوي نسكتين أوي نسيها الزبرين قال عليه الصلاة والسلام إذا كنت آمنا في سربك معافا في بدنك عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء وفي رواية أخرى فقد حيزت لك الدنيا بحذافرها يعني إيه الكلام ده إذا كنت آمنا في سربك عايش وآمن في بيتك أبعدك إذا كنت معافا في بدنك صحتك كويسة تستفيد إيه أنت عندك مليارات ومعندكش صحة تفطر أدوية وتتغدى أدوية وبتتعشي أدوية وانت باصل كده وشايف سبحان الله البواب بتاع العمارة قاعد جاي بحل تفول وبصلتين وده شش ومشغال وانت نفسك تعمل كده ما انتش قادر كم تساوي الدنيا ماذا تنفعل بفلوس ما كانتش الواحد يكون عنده إيه صحة شكسنا بقى إذا كنت آمنا في سربك معافا في بدنك عندك قوت يومك يوم واحد الناس دلوقتي سبحان الله بيخزن الضلاجة عن آخرها الديفريزر يشكد الله من التخمة التخزين في المطبخ يخفي ثلاثة واربعة شهور ومع ذلك لأحد يقول الحمد لله محدش بيحمد ربنا وعندنا مشكلة كبيرة قوي عشان كده إذا كنت أمنا في سربك معافا في بدنك عندك أخوت يومك فقد حيزت لك الدنيا بحزافرها اللهم ارزقني وإياكم الرضا اللهم ارزقني وإياكم الرضا حيفت لكم الدنيا أنت ما شرحتش الإخرانية دي إيه حيفت لهم الدنيا بحزافرها فقد حيزت لك الدنيا يعني حيزت لك يعني الدنيا كلها قدت لك يعني خلاص مضبص لحاجة تاني خلاص يبا أحمد ربنا طيب وفي رواية أخرى لهذا الحديث نعم فضل عشان الأسئلة فضل أستاذ لا ما تقول بقى أنا أنت رواية أخرى الحديث ما أنا بقوله فقد حيزت لك الدنيا بحزافرها أو فكأنك أعطيت الدنيا وما فيها ومن بها ومن عليك مصطفى بتقول نفسي تسألك يعني ما حكم الإسلام في تفدير النفس زي ما هو منتشر اليومين دول في المعاة مصطفى في أي تدبير اللي بيفضره نفسيهم يعني أه تفدير وهل دي شهادة يعني أنا أقول لك سبراهيم هذه ليست شهادة ولا يكتب له شهادة على الإطلاق بل هذا قتل نفسه هذا انتحر ومس انتحر ده هو قتل نفسه وقتل غيره وذلك فهو في جهنم وبئس المصير ربنا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم نعم زيزو زيدان سيزي بول ما رأي دكتور وحدان في هذه القصة أربعة إخوات زكور الأخ الأكبر طلع من عشرين سنة ويسافر للخليل بأموال الأب وربنا كرمه وبدأ يبعث الفلوس للأب والإخوة الثلاثة واشتغلوا بكل تفاني وكونوا سنة الشركات باسم الأخ الأكبر وزودوا المال إلى ألف في المية ومات الأب وترك الأشقاء الأربعة فإذا بالأخ الأكبر يتخلى عن إخوتي ويقول لهم إنها أموالي ويكون شحيد عندي ما رأيه دي الله يعني هذا أخ ظالم وعدل على ربه سبحانه وتعالى وإذا كان الإخوة قد كتبوا له كل هذا ثقة منهم فهو قد خان وأنا أقول له والله إن الله لا يهدي كيد الخائنين حتى لو حد خانك وغشك أوعد غشه تعمل ما صح هو غش وخان الفلوس اللي جابها دي كلها سوف ينفقه على الحكماء وحتروح منه لأن انت خدت حاجة من غير رضا كان يواجبه أن يوعب مع أخوته ويتفقه ويرضيهم بأي شك بطريق أو بأخرى وبعدين في المسألة دي مدام الأب ترك الميراث يبقى واجبه أن يوزع كما أمر الله لو بيقال في الميراث فريضة طبعا أما الشركات كان معمولة بإسمه بيعتبره أنه كان هو اللي بيمره هو اللي كان بيماشي الدانية بس الفلوس دي اللي شغالها مالس لها مجود بقى لها رهد أخواته دول إذا كان هو هذه الأشياء باسمه هو هو اتفق مع أخواته أنهم كلهم حيشتغلوا كلهم بحصته فالمفروض حتى لو كانت حاجة دي باسمه ده أخواته أو أستاذنا لازم عندهم ثقة لازم يعني أنا أقول لك شيئا يعني ما ينفعش أن هذا الأخ يستولي على كل هذا المفروض أنه يرضي أخواته بأي شكل أرجوه لك أن سمعني أو شايفني يرضي أخواته بأي شكل وبأي طريقة لأن الأفاقات السيد محمد حابحي بقول ما هو فضل التهجد بالليل وكيف يمكن استفادة من الوقت بالليل والنهار شوف حتك أستاذنا أنا عندي شوات مصطلحات حاول نازل بسرعة جدا عشان وقتين فيه مصطلح اسمه قيام الليل ومصطلح اسمه التهجد ومصطلح اسمه صلاة السحر خلاص قيام الليل يبدأ من المغرب وحتى الفجر كل ده إيه قيام الليل أي وقت يقوم فيه ده اسمه قيام الليل من المغرب يعني لو واحد كده صلى المغرب وجه صلى ربنا سبحانه وتعالى ده يحسب له قيام الليل ويحسب له حاجة تانية مهمة جدا اسمه الصلاة في وقت الغفلة الناس مع المغرب كلها اللي بشوف المسلسل واللي بشوف برنامج حضرتك واللي بشوف ايه واللي بشوف ايه لكن هو عندما ينشغل بربنا أنت بتهدي النفوسه لا لا مالواحد ينشغل برب يا أستاذ سوى احنا بنكلم ما شوف تلك كلام جميل سوى احنا بنشغل بربنا المغرب العيشة لا اسمها الصلاة في وقت الغفلة والعبادة في وقت الغفلة اللي هو طواب عظيم يعني تخير حتى لو روحت المول تشتري حاجة وذكرت ربنا ورجعت خدت سواب ذكر الله في وقت الغفلة أو في أماكن غفلة طيب نقدر أقولي هنا المقصود هنا أن الإنسان اللي بيبقى بيتفرر على كورة ويتفرر على أي حالة وكل شوية يقطع مع نفسه ويذكر الله لا إله إلا الله يعني ده بس عشان خطر نقرب المسائل تمام لأن يعني أنت فاهم لأن ربنا سبحانه وتعالى لو اعتخاله والبشر ده كلهم قعدوا كتولوا أن أر يذكروا ربنا سبحانه وتعالى لن يزديوا الزات الإلهية شيء ولا هم كلهم لهم لازمة في أي حالة ولا كل البشرية دي لها لازمة إنما هي الفكرة ربنا أن أنا أذكر الله ذكري لله حيجعلني أن أنا ما أعملتش عمل غلط مع أي حد تاني أنت جميل أبو الصبرية هو عزكس على الجملة الأخيرة حتى قلتها أن أنا عندما أذكر الله مش ربنا اللي بيستفيد أنا أنا الذي أستفيد عندما أذكر ربي عندما أذكر ربي سأكونوا في معيته عندما أذكر ربي لأن يقربني شيطان عندما أذكر ربي سوفقه من الحلال مش حظلم مش حظلم مش حسرق مش حعمل كل ما يخذب ربنا هذه المسألة بس عشان خاطر نقرب المسائل فهذا هو الذي ينبغي على الإنسان أنه هو يفعله أن يذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحيد نعم لستاذ متحت أرانسة بقول سأل 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 ما كنتش بعد في التهجد أنا أكبر الإجابة سأل سألني في المسألة مسألة التهجد المتهجدين أستاذنا هم أحسن الناس وجوها نظافة عند الله سبحانه وتعالى وسألك عندك مصطلح قيام الليل وعندك مصطلح صلاة التهجد التهجد ده بعد منتصف الليل بعد الساعة 12 ربي نقل سيدنا محمد ومن الليل فتهجد به نافلة لك تجد يعني إذكر الله ولا إذكر الله ولا دعو الله شوف هو كله وقال إذكر الله ذكرا كثيرا لا التهجد يعني كل المعاني دي كلها مثلا كل هذه المعاني نعم كل ذكر وشكر الله التهجد الحد الأدنى لي ركعتين بعد 12 بالليل سيدنا النبي كان بيصلي كل ليلة تم الركعة يرخي الليل سدوله تغار نجومه الكون قد لف في عباة سوداء يخل كل حبيب بحبيبي تخل أنت بحبيبك الله سبحانه وتعالى فترض على الله ما شاكلك بعد الساعة منتصف الليل ربنا قال لي سيدنا محمد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وخد بالك في صلاة هلتة بقى اسمها صلاة الصحر إمتى بقى يا أستاذنا اللي هي بعد الساعة 2 بالليل يعني قبل الفجر كده في ساعتين ربنا قال عنها كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون والأعراب لما راح لسيدنا النبي قالوا أنا بأصحى بعد منتصف الليل بكترا وأعملي قالوا إين استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في هذا الوقت فكن فهذه المسترحات الناس اللي بتهجدوا لربنا وشون بما منور الصبح بيبنى على وجبهتهم أصلا ربنا نور يا أستاذ إبراهيم بيلخب نور وفجوع عباده حسب طاعتهم لله سبحانه وتعالى فاللي بيصلوا لربنا بالليل وشون منور الحسن البصري قالوا واحد قالوا ما بعرفش أتهجد لربنا ما بعرفش أصلي الفجر ما عندكش دوى ما عندكش علاج قالوا عندي دوى قالوا إيه دوى قالوا لا تعصي الله بالنهار إياك أن تعصي الله بالنهار وسوف يأمر الله ملائكة أن توقضك بالليل فإن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاتي الفجر والتهجد شرف كبير والعاصي لله بالنهار لا يستحق هذا الشرف فإذا ربنا حرم الواحد من صلاة الفجر لازم يسأل نفسه إيه الزنب اللي أنا عملته عاش ربنا ما كرميش وما خلنيش صليت صلاة الفجر أستاذ ماتح فرنسا بيقول بيسلم عليه بيقول رأي موضوع الطلاق الشفعي وأخلي بالك أننا فضلنا ديئتين وعندي ثلاثم سؤال طيب يعني أنا مش عالف أقولي حتى كيف موضوع الطلاق الشفعي يعني هي قضية إيه الطلاق الشفعي لا ينبغي أن تناقش وإذا نوقشت حتى كان ينبغي أن تناقش بين العلماء في مدرّة كلية أصول الدين أو في مدرّة كلية الشريعة أو في مدرّة كلية دراسات الإسلامية لكن أن يناقشها أمام العوام هذا أنا من وجهة نظري هذه إساءة بلغة إلى الدين أن نناقش هذه القضايا أمام العوام ما ينفعش الطلاق الشفعي يا سيدي أن الواحد يعني بعض العلماء قالوا دلوقتي المعاصرين قالوا أن الواحد لو قال المراته أن تطلق ليقع الطلاق لازم يروح لمأزون الأول ويكتبه وبعدين يقع هذا الطلاق وأنا أرى من وجهة نظري ألبسطة جدا ومن خل ما درسه في الأظهر الشريف أن الرجل هو الذي يملك الطلاق وبالتالي فإذا كان الطلاق قشفويا وقع وإذا كان مكتوبا وقع لأن الرسول قال لنا الحديث واضح ما فيوش مناخشة قال لنا ثلاث جدهن جد وهدلهن جزل من بينهن الطلاق واحد لو قال المراته أنت طالق ولكن كنت بهزر لا خلاص أنت طالق بقى طالق ثلاثة الحديث ثلاثة جدهن جد جدهن جد يعني الجد فيهم جد والهزل فيهم جد أيوة الله يفتع عليك طي الله يفتع عليك والصفرية الطلاق والتاني النكاح والعتاق العتاق ما أحد يعتأ أحد يقول لي عبده أنت حر يقول لي أنا رجعت من لا ينفعش ما خلاص عندما قلت خلاص فهي واحد قال المراته عن الطالق لم يوسقه عند المأزون طالق ولا مش طالق يا طالق قالوا أنت طالق وهذه قضية لا ينبغي أن تناقش أوام العوام أنت يا جماعة بس بتشغلونا بالقضايا الصغيرة لا تسمن ولا تغني من دوع عايزين ننشاغل بقضايا المجتمع أنا عايز ننشاغل يا أستاذنا ما عليش دين فرصة ربعي لأي ننشاغل بقضية انفلونزا الأخلاق اللي يؤلمنا المجتمع عايزين ننشاغل بقضية نحافظ على مية النيلي اللي فضلنا نحافظ على مدارسنا الدرس الخصية غلاء الأسعار وشوف أضيانه ومجتمع نعم الأستاذة منال نمال بتقول تحياتي الدكتور وهدان الأستاذة ليلة علي بتقول مستعد القانون الجديد النبي واحد أدر شائطه الواحد النبي مجرد جديد النبي ده قفل الشقة وسافر وترك الشقة شهرين ضيح مع الراجل وفي الآخر اللي اتطر يقسر الباب فليق شوات حاجات حضرتها في عقول أنا دماتي اتضريت في الشهرين دولت يعني الرسالة إن أنا اتضريت في الشهرين دول طب هل الحديد أخدها بحها بحها أه ولا والليل الراني البعد تاني لأنه ده مش يسابه ولا ولا طيب هو عليها أولا أن يبدو لأخصى ما في وسعه ينسأل على الراجل ده من خلال تليبنات اللي عنده ومن أي حاجة ينسأل عليه مرة واثنين وثلاثة واربعة فإذا تأكد تأكد انجاز زيما أنه مش جاي خلاص فهذه الأشياء بقيت لي تعويضا له وعما لحقا وربنا عاوده طيب أستاذ أحمد شاكوم يقول بعد انعقاد مجلس حكومات المسلمين أيام رأيت المزيعة تعرض لعالم مقالة القرضاوي وفات فالقرضاوي الفاسدة باللواج تبلير النفس وسمعت العالم يقول أن هذا لا يليق إن كان في مواجهة المسلمين أو الغرب ولكن يليق ويلوز إذا كان في مواجهة الصهينة ورأيت المزيعة تستهدن هذا وتتعدم من هذا ومعها كل الحق والله في هذا أريد أن أقول ردا على من يبحين قتل النفس وتفجير النفس بدعم أنه فقط لقتل الصهينة وأعداء الله وعلى من يأخذون بهذا القول والفات والفسدة قتل النفس حرام تفجير النفس حرام حتى وإن كان المنتحر المفجر لنفسه سيقفل كل كافرين الأرض المحاربين يا سيد قتل النفس الإنسانية أي أن كانت انتمائتها أي أن كانت عقيدتها عن طريق التفجير حرام 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 خلاص انتهينا خلاص انتهينا بس نعم ناصر أبو بهي بقول مرأي الشرع في الزولة التي تتهم زوجها في العلاقة الحميمة بحد التعبانة والله إذا قال صلى الله عليه وسلم إذا دع الرجل زوجته إلى فراشه فأبت من غير سبب باتت تلعنها الملائكة وربنا حسب مسألة لمن نساؤكم حرسوا لكم فأتوا حرصكم أنا شئيتكم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله قلت لك يا سبريم من حاجة مهمة قوي ربط الأمر هنا بتقوى الله سبحانه وتعالى يعني لو ست تعبانة اعتقها يا أخي الوجي اللي الكريم لو مريضة خلاص يبقى في وقت آخر لكن إذا كانت المرأة صحيحة وسليمة وسحيتها كويسة ورفضت أمر زوجها لها بأن يأتي لا فراشه باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح وده نص وحديث صحيح في أعلى درجات الصحة لسيدنا النبي عليه الصلاة والله طيب النهجات محمد بتقول رأي دكتور وهدان في اللي قاله اللي حال حكاية الطلاق الشفاوي وظن الدكتور وهدان قال إنه ما فيش مدام وقع القلاء بخراس حنان بتقول بخصوص زكاة هل يلوز إخراج زكاة المال لدار ترعى الأفطال اللي تاههم من أهلهم وذلك لأعلاتهم على كامل من المأكل وما لبسوا أعلاج وادرسا وهل يلوز أخذ من زكاة المال لعمل إعلان والله هذا كله جائز وهذا كله الزكاة تصرف الأصناف سمانية ذكرهم الله في القرآن الكريم ومبينهم في سبيل الله هذا البند كله في سبيل الله سبحانه وتعالى ويجوز ولا حرجا بيه إن شاء الله أستاذ مروع عبد الحميب تقول حلف علي زولي بالطلاق أني لا أخرج مع أختي في أي مشوار وأنا خرجت معها بعد هذا الطلاق فهل كده أفل طالق حلف قال إيه ما هنسألها الأول إذا كان قال لا عليا الطلاق ما تروحي مع أختك تاني يبقى في هذه الحالة نسأله إيه السخافة والرزالة بتاعت الناس اللي بتدخل يعني بيط وأسرة سخافة يعني طبعا خطأ كبير جدا من كان حليفا فليحل بالله ولا يصبر لكن بعض الناس المجانين اللي ما عندهم شعق هم حلف الأمراض ما برضو أحمد نارد بقول لك طب أنا حلفت إن أنا ما كولش مع أبوي أو أم إخواتي وبعدين قالت عمليه خلاص هل من أشرع لا خلاص أد لم حلف بالله ولا بالطلاق لا بالطلاق قال المرات في ناس يا أسازنا للأسف الشديد يبقى الموضوع ممكن يتفكي بالراحة يا أدوه لغاية ما أرمش حلوب السن ولا حول ولا قوتين لا بالله العظيم طيب دكتور وقتنا خلصوا عمليه الليلة ورغم إنهم أخدين مننا يلي ربع ساعة في أول البرنامج دكتور أهدان باشكر حضرتك ليدا ليدا وحكم اللي خده عشر دهاء ما ده مناش دلوية اللي خده عشر دهاء من برنامج ده فيها قولان دي طيب دكتور أهدان باشكر حضرتك ليدا شكرا جزيلا وللتقي إذا كان لنا عمر إن شاء الله يمتلال تسبوع على خير